مع الزميل أحمد بن سعيد العنسي أهلاً وسهلاً بك أحمد وصباحك خير وكيف تصف لنا الأجواء هناك في ولاية مرباط صباحاً خير أخي العزيزة وإصال الصباح كله من تابع التلفزيون صباحاً طبعاً نحن حالياً متواجدين في ولاية مرباط طبعاً أمام مدخل الولاية الأنفار هنا في الولاية منذ الساعة الأولى هذا الصباح كانت غزيرة إلى غزيرة جداً حقيقةً هنا في الولاية وكذلك الحالة أيضاً بالنسبة لمنطق السهل وأيضاً الهبط يأثيرها بيدالياً لولاية مرباط حيث أنه مقارن ما بين المتوسطة والغزيرة في الجبل طبعاً المشيكة التي تتفاع من صوب المياه وكذلك يعني تجد لهذه الحالة الجوية هناك بعض الأضرار التي رصدت هنا في الولاية منها قطاع الحركة بعض أجزاء من الطريق المؤدي من المطاطنة حتى تتفاع من صوب المياه أيضاً وتراكم الأحجار على الجانسي الطريق وكذلك تم إغلاق أيضاً العقبة الشحشير احترازياً وعلى الطريق المؤدي للجابة الطوية نتيجة الاتصاق أيضاً الأحجار والسفوحي مثل هكذا الغروف الجوية هناك أيضاً وردنا قبل قليل أيضاً انتطاع للخط الأساسي الرئيسي الذي يغذي الولاية في المياه نتيجة تواجده في منطقة منحفظة في الأولياء وطبعاً في حال احتفاع أيضاً كميات وخول الأمطار بشيئات كبيرة تؤدي إلى أضرار مثل هذه الأضرار وإن شاء الله ستكون هناك أيضاً من فرق الأسناد والطوارئ ستكون في الساعة القادمة لإصلاحات الخلل قدر المتطاع ونعمل إن شاء الله من جهات المعانية الإصراع من هذه القادمة بالنسبة لفرق الأاتصالات والكاربة ما زالت متواجدة للآن برغم من شدة وغزارة الأمطار التي استمرت لساعة قويلة إلى الآن قبل نسبة ساعة من الآن التفضل في حدة شدة الأمطار قليلاً ما بين المتواجدة والخفيفة لكن ما زالت السماء ملفدة في الغيوم وربما في الساعة القادمة فشت الولاي أيضاً وصول الأمطار نتيجة مشاهدية على الجوية أيضاً بطبع عزيزة هناك بعض الأضرار وردت إلى الإخوة في الدفاع المديني هنا احتجاز بعض المركبات في مركز المدينة وثم تتعامل مع هذه الظروب ويبقى على الجميع أخذ الحيطة وحضر أيضاً خاصة الإخوة الخاطنية لا ماكنة منخبطة وقريبة من الوجيان وعدم أيضاً مجازفة يعني بعبور الأودية تكون أغلب الشعار أيضاً والأودية على مستوى الولاية يعني سالت نتيجة الكميات الكبيرة وإتفاع منصوب كمية الأمصار التي يعني هطلت في غزارة شديدة شديدة حقيقةً وإن شاء الله أيضاً كذلك التروية أيضاً منخبط الإخوة مرتدية البحر بعدم نزول البحر يعني سلال هذه الظروف طبعاً نتيجة الهيجانة البحر وإتفاع منصوباً لأيضاً كمية الإتفاع للموج أيضاً ونأمل من الجميع الحيطة والحاضر أيضاً وأيضاً متابعة النشرات الإعلامية التي ترد من الإخوة وكذلك متابعة نشبات الأساطات الجوية ونتمنى إن شاء الله أن نكون إن شاء الله أمطار خير وبركة وصيب النافع نحتل العزيزة شكراً لك الزميل أحمد بن سعيدة العنفين من ولاية مرفاط بمحافظة الظفار شكراً لك أيضاً على كل هذه التفاصيل وإن شاء الله تكون سقيا خير وبركة تعم بنفعها البلاد والعباد ونتمنى أكيد السلامة للجميع إذن مشاهدين نتواصل معكم الروحي لا فاصل وبعدها رح نرجع لكم لختام حلقة اليوم كونوا معنا